موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك واساطير عاملين ايه يارب اكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله ورجعنا تاني بفيديو جديد في لعبة وياب باصر زع ساطير وانتوا حشتوني كتير جدا 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 عشان بقالي فترة كبيرة ما بسجلش فيديوهات والفيديوهات الاخيرة اللي موجودة في القناة كلها كانت فيديوهات قديمة بس انا كنت بحاول ان انا اعيد تحملها من اول وجديد عشان خاطر الريتش عندي كان وقع في القناة فالنهار دا اخواتي موضوع الفيديو بتاعنا هيكون قسطوري زي ما احنا شافين اخواتي نزل بالفعل لسندوق النجوم ويه كمان يا اخواتي زي ما احنا شايفين انا وصلت اليتوان للمستوى الكلاسيكي فهنتكلم عن حاجات كتير مع بعضينا وفي نفس الوقت في الفيديو دا اخواتي انا هختم معاكو الحدث بتاع اليتوان بالكامل يعني بازن الله هحاول ان انا اوريكو كل السنديل اللي هتفتح في الحدث هيطلع لي فيها ايه يعني زي ما احنا شايفين اخواتي نواف عند الصندوق النادر وبعد الاستثنائي وبعده الشائع او الشاسع وفي نفس الوقت هفتح كل السنديل دي معاكو وهنوصل اليتوان للمستوى الخارج مع بعضينا اخواتي في الفيديو دا وفي نفس الوقت في حاجات كتير حابب ان احنا نتكلم عليه عن التحديث اللي هيكون جاي بإذن الله في اول الشهر فخلونا اخواتي قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك على الفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش ما تنسوش فعلوا زر الجرس عشان نجيلكوا شعر بكل فيديو جديده اساطير ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصل على الحبيب عشان قلبنا يتيب وكون بداية فيديو لذيذ وممتع يلا بينا اساطير خلونا اول حاجة اخواتي نكون عارفين ان زي ما احنا شايفين في إيه لتوان نشرحها بس كده مع بعضينا واحدة واحدة اول نجمة بتاعة البيبي نفس النجمة بتاعة اوبتموس برايم مقاتلة بعيدة المدى بس اوبتموس برايم مقاتل قريب المدى مدافع عملاق في حجم الوحدات المدمجة نفس القصة هنا لو تلاحظوا مقاتلة بعيدة المدى عملاقة في حجم الوحدات المدمجة زي ما قلتلكم الكصة دي في أوبتموس برايم لو نلاحظ هنا هنلاقي ان الحجم بتاعة إليتا وان بتاعة الشخصيات اللي موجودة في النص نفس الحجم بتاعة الشخصية بتاعة الحدث بصوا الشخصيات التانية بالنسبة لها زغيرة في الحجم يعني معنى كده إليتا وان بمقام تلت شخصيات في بعض بيتم عمل دمج ليهم هي شخصية مدمجة في البيبي فما بالك زي ما قلتلكم لما بيجي تعمل لها فيوجن أو دمج زي ما احنا شايفين الهلس بتاعة بيوصل عشر تلاف النجمة التانية بقى دي مهمة جدا جدا أخواتي بيقولكو هنا تهاجم بسرعة مهولة عند استخدام التوربيني يعني بمجرد ما بتدوز على الحزاء التوربيني وتقف عشان تضرب بتهاجم بكذا طلقة وراء بعض النجمة التالتة زي ما احنا شايفين يدوم مفعول التوربيني أطول عند الهجوم يعني بمعنى صح المفعول بتاع الحزاء التوربيني بيقعد معاك وقت أطول لما بتكون بتهاجم يعني بتلاقيه ما بيقلش معاك بسرعة بمعنى صح فخلونا نخش ناخد كم جيمة عالس سريع ونحاول ان احنا نلم الدنيا بتاعتها عشان نشوف السنة دي اللي هتتفتح هتكون عاملة ازاي فانا هفتح أو هختم الحدث في آخر الفيديو خلونا ناخد المطالبة بتاعت صندوق النجوم ونسمي الله ونشوفها يجيلنا يا أخواتي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية مش حاجة حلوة شخصية ايه بقى نادرة ولا استثنائية نادرة ماينر فاضل زي ما احنا شايفين يا أخواتي افتح اتنين من السناديق للحصول على شخصية فائقة مضمونة أو أفضل يعني فاضل صندوقين ويجيلنا يا إما شخصية مضمونة فائقة أو مطلقة بمعنى أصح احنا جالنا ايه جالنا المينر تلات نجوم أو تلات وحدات في الخارق مش أحلى حاجة أنا باهم الرابط زي ما احنا شايفين داخلها على الثامن الرابط توصل للفائق وزي ما احنا شايفين في شخصيات كتير عند أربع نجوم يعتبر أنا كده كده مطور حاجات كتير قبل صندوق النجوم فخلونا نخش ناخد جمجة مع السريع وننتاكل بعدها على طول في تختيم الحدث لأساطير يلا بنا يا إخواتي خلونا أول شيء يا إخواتي نتكلم عن شيء ناس كتير كانت بتتمنى أو ناس كتير بتتمنى أنه هو يحصل في اللعبة ألا وهو عن الشخصيات الجديدة اللي هتنزل في التحديث الجديد طبعا يا إخواتي زي ما احنا عارفين إن شخصية أوبتموس برايم وشخصية إليطان دول نزلين عن طريق حدث بمعنى صح زيهم زي شخصية البندت فبمعنى صح بمجرد ما الحدث يخلص لحد النهاردة البندت أنا ما شفتش طريقة إن انت تقدر تفتحها بيها غير عن طريق الحدث فبالتالي ممكن يكون الشخصيات دي يئما هتنزل في ماب من المباتل اللي موجودة يئما ممكن تفضل عن طريق الحدث وينزلوا بعد كده بفلوس في المتجر تقدر إن انت تشتريهم وزي ما احنا عارفين برضو إن في بداية الشهر الجديد هيتم الإعلان الرسمي أو النزول الرسمي للتحديث الجديد للعبة سكواب باسترز فبالتالي هينزل مابة جديدة المابة دي في بعض التسريبات ناس بتقول إن هي ممكن تكون عبارة عن الهالوين وإيه لسه أنا لحد الآن ما عرفش أي حاجة عنها أنا بتكلم عن اللي أنا عرفته فبالتالي يا أخواتي طالما هيكون في ماب جديد خلينا نخمم مع بعضينا كم حاجة ممكن تحصل أكيد أكيد مفيش غنى عنهم مابة جديدة يعني بمعنى أصح في مدات لعب جديدة في وحوش جديدة في في نفس الوقت ثلاث شخصيات جداد ثلاث شخصيات دول أخواتي أنا واصل بنسبة مية في المية إنه ينزل منهم شخصية بوكو الشخصيتين التانيين الله أعلم ممكن يكون فرانج ممكن يكون شخصيات تانية ما نعرفش بقى الشخصيات اللي جاية هتيجي من كلاش ولا هتيجي من براول ولا هتيجي من هاي دي ولا هتيجي من بومبيتش لسه محدش عنده علم بشيء فدي النقطة اللي أنا كنت حابب إن أنا أرمي عليها الضوء بمعنى أصح إن أنا ركز عليها معاكو عشان خاطر حتة الشخصيات الكتير في اللعبة دي بتفرق جدا 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 النزام إحنا عارفين إن كل الشخصية بتنزل ليها مميزات وليها مهارات وليها طرق مختلفة في التين بتاعك وفي اللعب نفسه جوا الجيم كده مهدوء الشخصيات خلص كلام جميل تاني حاجة يا أخوات هتنزل في التحديث هم الليسكينات الجديدة اللي الشركة أعلنت عنها طبعا الليسكينات زي ما إحنا عارفين إن هي بتنزل في البداية ممكن تكون نازلة بفلوس في المتجر أو ممكن تنزل بتيكيتات على طول تقدر إن انت تشتريها ودي حاجة مفيش غنى عنها دي سهل طبعا هنقدر إن إحنا كلنا نحصلها حتى لو ما كانش دلوقتي هيكون فيما بعد بعد ما بنقدر نجمع العدد المعين من التكيتات اللي إحنا عايزينه اللي هو 600 تكيت على كل سكن بنقدر نشتريه هنقدر إن إحنا نخش المتجر لو ما كانش السكن اللي إحنا عايزينه متاح النهاردة في المتجر هيكون متاح بكرة هيكون متاح بعده هيكون متاح بعده فحكاية السكنات دي شيء مفروغ عنه وسهل بمعنى أصح فده مش حاجة لازم إن إحنا نحطها في دماغنا عشان نرمي عليها الضوء كلام جميل في حاجة تانية بقى إن ممكن ممكن والله أعلم هل هينزلولنا موضوع الكلانات طب هل هينزلولنا موضوع إن إحنا نقدر نتحدث مع بعضينا جوه اللعبة لحد دلوقت الموضوع ده مش موجود في اللعبة ومؤثر على أداء اللعبة جامل جدا إن إحنا ما بنقدرش نتواصل مع بعض في داخل اللعبة فدي حاجة مدايقان أنا شخصيا يا إخواتي فأنا بتمنى إن في التحديث اللي جاي ده على طول يكون موضوع التحدث أو التكلم ما بين اللعبين لو هم مفتين مع بعض قدروا يتكلموا وقدروا يتواصلوا عشان لو حد عمل حاجة غلط في أي جيم نقدر إن إحنا نتكلم مع بعض ونتواصل مع بعض الموضوع ده هيريح لنا كتير جدا 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 دي النقطة التانية طب النقطة التالتة هل ممكن ينزلوا مود لعب اتنين باتنين الموضوع ده لازم ينزل في يوم الأيام يعني ما بقولش خمسة ضد خمسة لإن ده ممكن يكون صعب شوية خلونا نقول اتنين ضد اتنين هينزلوا خمس تيمات كل تيم في شخصين بيلعبوا مع بعض واللي جمع جواهر تنضف للتاني ولو يعمل واحد جواهر تعمل التاني هل بقى برضو التيم بيتكون من نفس الشخصيات يعني لو واحد فتح صندوق واختار بيني التاني يجيله بيني ولا ده شخصياته الوحدية وده شخصياته الوحدية وتخيل لما يكون نازل مع واحد يكون المستوى بتاعه من مستواك ممكس شخصياته موصل شخصياته كلها فائق موصل شخصياته كلها خارق الموضوع هيكون ممتع جدا 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 يا أساطير ويه حاجات تاني برضو نقدر ان احنا نقول مثلا فلنفترض ان ممكن يكون نزل تحديث لللعب معين زي إفنتات تقدر ان انت تخش تموت وحش معينة تلعبوا مع بعض مثلا في حاجات تانية ممكن تحصل كتير أنا مش قادر أوصلها بس اللعبة ناقصها حاجات كتير أنا حاسس ان اللعبة ناقصها تاتش لو نضاف عيدر للناس شغف جامد قوي ان هم يفتحوا اللعبة كل يوم ولعبوا كل يوم أنا بلاحز في ناس عندي في الفرند جوه في اللعبة يا أخواتي والله بيفتحوا للأحداث فقط حدث البنياتة حدث طهرة حدث الإيفنت لسه نازلت زي بتاع الأوبتموس اللغة الترانسفيرمرس يفتحوا يلعبوا للأحداث يختموها وشكرا بتلاقي الشغف عندهم ضع وحوار التذاكر بتاع السنة دي ان انت بتشتريب فلوس وتستنى كل تلت ساعات دي مشكلة المفروض على الأقل يكون كل ساعة ونص وكل ساعتين عشان يخلوا الناس تفتح اللعبة باستمرارية أكتر من الوضع الحالي يعني أنا في ناس بخش عندي في الأصدقاء أبص اليوم قفلين بالهم يومين قفلين بالهم يوم قفلين بالهم تلتة أيام دي حاجة ما تبشرش بنجاح اللعبة وتطورها في تقدم اللعبة عملة ترزع زي ربيو زي ربيو شخصيات أحداث زي ربيو شخصيات نجوم أحداث اسكنات اشتري اشتري وبعدين طفيني الناس اللي بتحب اللعبة انتوا ليه مش بصين من وجهة نظر الناس اللي ما بتحبش تشحن أو إمكانياتها ما تسمحش انها تشحن انا واحد من الناس عمري ما حطيت ربع يجني في لعبة وعمري ما وحطت فلوس في لعبة انا بلعب عشان استمتع انا بلعب عشان اتمتع عندي وقت فراغ تلتة اربع ساعات خمس ساعات ست ساعات على مدار اليوم بحب ان انا متع نفسي فيهم باللعب ليه ما تشوفوش الطبقة دي ودي اكتر طبقة اللي تقدروا ان انتوا تخلوا الردش بتاع اللعبة بتاعكم يعلى جدا 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 مما فوق تتخيله يا جدعان الناس اللي بتلعب مجاني لازم يتركز عليها بنسبة 75% وبنسبة 25% التانيين نقدر ان احنا نركز على الطبقة اللي بتدفع وبتشحن وبتشتري فالنقط دي انا بتمنى ان هي يتم التعديل عليها في التحديث الجديد فانا يا اخواتي زي ما قلتلكو انا راجل بحب ان انا نفتح استمتع بالله العب مع اصدقاء نتحدث شوية مع بعض نتكلم نتعلم من بعض نفهم موجهات نظر بعض نحاول ان احنا نتحدث ويكون فيه بنا نقاش او حوار مضحك ولذيذ ولطيف نقدر ان احنا نستمتع بوقت الفراغ اللي بنفتح في اللعبة عشان نلعب ونلاقي فيه انرجي طاقة تخليك ان انت عايز تفتح كل يوم حاجة كده اللي بتخليك ايه سعيد جدا ان ان انت رايح تفتح اللعبة يا بتقعد تفكر نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة فيه حاجات واحد اتنين تلاتة اربعة دول يخلوك تفتح كل يوم انا شاف ان فيه واحد واثنين شخصيات جديدة ومودات جديدة ومبات جديدة واسكنات جديدة تلاتة واربعة انا مش شايف اللعبة المفروض تطور من نفسها تطورات كبيرة جدا فاخواتي حبيت ان انا اتكلم معاكم وتناقش معاكم في الكام نقطة دول عشان زي ما انتم عارفين انا بحب ان انا دايما اتحور معاكم في المواضيع اللي بتبقى زي كده عشان اشوف وجهة نظاركم من وجهة نظري ولا انا اللي شاف المواضيع دي بس فاخواتي حبيت ان الفيديو النهاردة يكون صغير ولطيف على القلب خلونا يلا نخش على طول نختم الحدث بتاع إلي توان وننهي الفيديو مع بعضنا يا اخواتي حبيت ان يكون تفتح السنة دي في الاخر عشان يكون نهاية فيديو سعيدة بالجوائز اللي هتجلنا ونشوف التطورات اللي هتكون متاحة بعد تفتح السنة دي يلا بنا يا اخواتي على السريع وليتس جو وزا ما احنا شايفين اخواتي انا كده مجمع 1648 انرجي فخلونا نختم الحدث مع بعضينا بالكامل ونفتح النجمة الخارقة او المستوى الخارج لشخصية إلي توان فيلا بنا اسطير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وليتس جو خلونا ناخد اول حاجة السندوق النادر اللي معانا بسم الله كبير للغاية 12 نيتا ويه صندوق استثنائي كبير خمسة رويل كينج صندوق شائع كبير ستة رمية السهام صندوق نادر معادي اربع او خمس شخصيات راكب الخنزير استثنائي كبير سبع او ستة خمسة كمان مورتس ويه هناخد التلات نجوم او المستوى الخارج بتاع شخصية إلي توان وزي ما احنا شايفين وصلت معانا بالفعل مستوى الخارج خلونا نكمل تختيم الحدث ويلا بينا صندوق استثنائي سبع مورتس صندوق نادر كبير خمسة بني والاموج معانا لها حد ما حلو بالغ الندرة صندوق استثنائي كبير سبع دكتور تي صندوق نادر كبير للغاية تمانية بام واموج تاني لها بالغ الندرة جميل برضو ويه صندوق نادر كبير ستة ساحر التلج صندوق شائع كبير للغاية اتناشر البريمو صندوق استثنائي كبير للغاية اتناشر ساحرة واو صندوق نادر واو نجمتين لمين لساحر التلج كلام جميل واخيرا الاموج الاخير بالغ الندرة برضو وزي ما انتو شايفين اخواتي بكده نكون ختمنا الحدث وخدنا تلت اموجيات زي ما احنا شايفين تلت اموجيات لشخصية اليتون زي ما خدنا برضو لي اوبتموس برايم تلت اموجيات فبكده كل شخصية بتنزل في حدث بيكون لها تلت اموجيات وكده اخواتي نكون ختمنا الحدث خلونا نشوف الست تطورات واو هيخلوا البريم ويوصل لتسع وحدات فيه النجمة الخارقة فضل واحد ويطلع للمستوى الفائق ويه رامية السهام واحد نيتا واحد ويه بني واحد الساحرة واحد مورتس واحد وزي ما احنا شايفين ساحر التلج جاله واحدة باتنين يعني يعتبر عشر قطع من الشخصية بتاعته وهو في النجمة الرابعة وبام زي ما قلتلكو يعتبر دخلة عالتامنا فالكرا يا أخواتي نكون وسنة لنهاية الفيديو ما تنسوش يا أساطير لو الفيديو عكبكوا لايك على الفيديو شتركوا في القناة فعلوا زر الجرس عشان يجيلكو شعر بكل فيديو جديد وما تنسوش تصلى على الحبيب عشان قلبنا يتيب على يا أفضل الصلاة والسلام وانتظروني الفيديو جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أساطير اشتركوا في القناة